ما هي جراحة الدمج L5-S1 أو جراحة الدمج بالإضافة إلى تثبيت L5-S1؟ لذا، إذا كان هناك حاجة إلى دمج أو تثبيت L5-S1، فعادة ما يكون مؤشر الجراحة مثل العدوى أو الصدمة أو إذا كان هناك أي عدم استقرار في العمود الفقري. نادراً ما نحتاج لإجراء جراحة العمود الفقري المراجعة أيضاً إلى إجراء عمليات التثبيت والدمج في L5-S1. لذلك، إذا كان هناك عدم استقرار في العمود الفقري على شكل أنزلاق الفقار، مما يعني أنه إذا أنزلقت إحدى العظام فوق العظم الآخر فإن ذلك يسبب عدم الاستقرار. عادة ما يحدث هذا مع تقدم العمر عندما يكون هناك انحطاط في المفصل مع انحطاط القرص. في حالات نادرة، يمكن أن يحدث ذلك بسبب كسر في جزء من العظم يسمى الجزء داخل المفصل، مما يؤدي إلى مشكلة تعرف باسم القائمة التحللية. يمكن أيضاً أن تكون جراحة L5-S1-TLIF مطلوبة في حالات جراحة العمود الفقري المراجعة عندما يكون المريض قد خضع سابقاً لام، جراحة القرص المنزلقي، أو جراحة إزالة القرص، ثم مرة أخرى هناك نتوء القرص على نفس المستوى مما يسبب الأعراض. ومن ثم أيضاً، نقوم أحياناً بإجراء جراحة مراجعة على شكل جراحة التثبيت والدمج في L5-S1. والآن يمكن القيام بذلك من خلال الطريقة المجهرية، أو الطريقة المنظرية. عندما نقوم بذلك تحت المجهر يأتي الشق في وسط العمود الفقري، وهو شق صغير نضع من خلاله المسامير والقطبان ونضع فاصل صناعياً أو قفص بين العظام. نقوم بفتح العصب باستخدام المجهر، لذا فهذه عملية جراحية آمنة وفعالة بشكل عام، يمكن إجراء إجراء مماثل من خلال المنظار، أو جراحة طفيفة التوغل، أيضاً. في هذه الحالة يأتي الشق في جانب العمود الفقري، أي ليس في المركز، بل قليلاً على جوانب العمود الفقري، ومن خلال ذلك نضع أنابيب ونجر العملية الجراحية بالكامل من وضع القفص والبراغ والقطبان وفتحها العصبة. إذن، هتان طريقتان آمنتان وفعالتان للغاية لإجراء جراحة الدمج في L5-S1. إذا تم إجراء الجراحة للسبب الصحيح وفي المريض المحدد بشكل صحيح، فإن النتائج تكون جيدة جداً. عادة، نجعل المريض يمشي في اليوم التالي من الجراحة ويستطيع المريض الوقوف والمشي بشكل مريح. نرسل المريض إلى المنزل في اليوم الثالث بعد الجراحة. شكراً لك.